موسيقى أهلا بكم ناقش مجلس النواب في جلسته الماضية تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية والخاص بالمسائلة التأديبية لموظفي الحكومة وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وإحالته إلى مجلس الشورى هذا ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الوساطة لتسوية المنازعات وتمت إحالته إلى مجلس الشورى فيما وافق المجلس على إصدار القانون البحري والمتضمن تطوير الأحكام والقواعد وتحديد شروط السلامة وتمت إحالته إلى مجلس الشورى استقبل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى معالي السيد محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والوفد المرافق له وذلك لدى وصوله إلى مملكة البحرين في زيارة استغرقت عدة أيام استجابة لدعوة كريمة من معالي رئيس مجلس الشورى وعقد معالي رئيس مجلس الشورى جلسة مباحثات ثنائية مع معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني وأكد خلالها أن مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة تمضيان بكل عزم وإصرار من قيادتيهما الحكيمتين وشعبيهما الشقيقين على تحقيق المزيد من التعاون وتقوية روابط الأخوة التاريخية وتنمية المصالح المشتركة إلى جانب العمل على مواجهة التحديات المختلفة وتحويلها إلى فرص تدعم المسيرة التنموية في البلدين معربا عن الفخر والاعتزاز بالنهج الذي رسخه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحرص جلالته على بناء علاقات أخوة وصداقة مع مختلف دول العالم تفعيلا لمبادئ وقيم الدبلوماسية البحرينية هذه الزيارة تعزيزا للعلاقات الأخوية المتينة الوثيقة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية باكستان الإسلامية فلا يخف على الجميع بأن مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية لهم علاقات طويلة وممتدة عبر التاريخ وخاصة في المجال الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري وطبعا تأتي هذه الزيارة لتعزيز هذه العلاقات مستقبلا وخاصة من خلال تأتي الدعوة من خلال الدعوة التي أرسلها معالي السيد علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى لنظيره الباكستاني لزيارة البحرين والتعرف عن قرب عن النهضة الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البحرين وكذلك التطول الكبير التي شهدته مملكة البحرين في المجال التشريعي في ما يخص القوانين التي سنت وطبقت في مملكة البحرين وهذا طبعا يأتي كذلك للاستفادة من تجربة باكستان في هذا الشأن وخاصة وأن البحرين ومملكة البحرين كما ذكرت لهما علاقات وثيقة على كافة الصعد بحث مجلس الشورى خلال جلسته الماضية تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذي يهدف إلى تطوير أهداف السياسة الجنائية لتشمل جانب حماية المجتمع والمحافظة على النظام العام بالصلح مع المجني عليه والتصالح مع الجهة الإدارية في الدعوة الجنائية يأتي ذلك فيما قرر المجلس تأجيل النظر في مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى تنظيم العلاوة الدورية السنوية ضمن القانون عوضا عن تنظيمها في اللوائح والقرارات لمزيد من الدراسة فيما قرر المجلس كذلك تأجيل النظر في مشروع قانون تنظيم سوق العمل والذي يهدف لتحميل العامل المخالف تكليف عودته لبلاده أثناء عدد من أعضاء مجلس النواب على توجيه صاحب السمو الملكي وللعت نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إيجاد الحلول اللازمة لمشكلة حملت المؤهلات من خرجي الجامعات الصينية التي لم تتم معادلتها لأنها صادرة من جامعات غير موصن بها وفي ضوء ما انتهت إليه اللجنة التنسيقية برئاسة سموه والتوصيات المرفوعة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض طبعا في البداية أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمون بن حمد آل خليفة ولي الأهد نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على حل معادلة الشهادات الجامعية للطلبة البحريني الدارسين في الصين طبعا هذا موضوع كان شائك لكن سمو العهد الحمد لله حاله بطريقة تحفظ حقوق الجميع هذا ما كنا نسعاله كمجلس النواب ما كنا نسعاله في جميع اطرحات لهذا الموضوع أن الموضوع يحاله بطريقة لا ضرار ولا ضرار وأن كل من يأخذ حقه نثمن غرار مسجل الزراء برئاسة سموه والعهد ناب الأول رسم الزراء سموه الأمير الملكي سلمون بن حمد آل خليفة بخصوص اعتماد عشر من شهادات الطب الصينية وحالة 77 شهادة إلى لجنة مختصة تضم اللجنة بالإضافة للمثلين الحكومة جامعة الخليج العربي والجامعة الإيرلندية من أجل استفاء الشروط الواجبة من أجل استكمال اعتماد هذه الشهادات سواء كان بتدريسهم أو تأهيلهم أو عقد انتحانات لهم دورية هذا التوجيه من الزراء يشكل أعلى مستوى مستوى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشارة من سموه ولي العهد في اجتماع اللجنة البرلمانية والحكومية وذلك لحل أزمة طلبة الصين خرجين الصين 77 وذلك عبر تأهيلهم إعادة تأهيل شهاداتهم عادة تأهيلهم في جامعة البحرين الطبية وجامعة الخليج العربي طبعا نشكر سموه ولي العهد على لفتته الأبوية وهذا اللي دايما نتعشم فيه ونتوقعه من سموه كذلك نشكر الحكومة على هذه اللفتة الأبوية لهؤلاء الخرجين في بند الأسئلة النيابية تقدم سعادة النائب بدر الدوسري بسؤال برلماني إلى سعادة وزير الإسكان حول عدد الطلبات الإسكانية للدائرة التاسعة بالمحافظة الجنوبية وخطة الوزارة لتغطية طلباتها خلال الثلاث سنوات المقبلة وما هي خطة الوزارة لتغطية الطلبات القديمة فيما تقدم سعادة النائب أحمد العامر بسؤال إلى سعادة وزير العمل وتنمية الاجتماعية حول تحديد فئة ذوي الدخول الصغيرة من المواطنين وما هي معايير تحديد هذه الفئة وما معايير تحديد خط الفقر بدوره تقدم سعادة النائب إبراهيم النفيع بسؤال برلماني لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حول الخدمات الحكومية المائتين التي تم إلغاء الرسوم بشأنها والتي أعلن عنها في الصحف مؤخرا وما هي الجهاد الحكومية التي تخصها تلك الرسوم وهل إلغاء الرسوم المذكورة يشمل المواطنين والأجانب أم المواطنين فقط وتقدم سعادة النائب بغازي آل رحمة بسؤال برلماني إلى سعادة وزيرة الصحة حول خطة وزارة الصحة لتأهيل وتدريب الأطباء البحرينيين بشكل عام وهل توجد لدى الوزارة خطة لتأهيل وتدريب الأطباء البحرينيين العاطلين والأطباء المزاولين للمهنة الذين يعملون في الوزارة ولا نزال في بند الأسئلة النيابية لنستعرض معكم إجابات بعض الوزراء على أسئلة السلطة التشريعية ونبدأ مع معلي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف الذي قال إن المحاكم الشرعية نظرت في 5466 قضية جديدة في عام 2019 وحسمت 5580 قضية بواقع حسم دعوتين شهريا وأضاف الوزير في معرض رده على سؤال عضو مجلس الشورى جواد علي إن الوزارة افتتحت مكتبين للتوفيق الأسري في مركز سترى الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي في البسيتين كفرعين لمكتب التوفيق الأسري الرئيسي وأشار الوزير إلى البدء في تطبيق نظام إلكتروني جديد لإدارة جلسات المحاكم يقوم على تحديد مدد الآجال في الدعاوة نفى معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في رده على سؤال عضو مجلس الشورى خالد المسقطي استبدال الرسوم الملغى برسوم جديدة أخرى مؤكدا في هذا الصدد مراجعة آلية تقديم خدمات الرسوم الملغى ليتم تقديمها بشكل فعال مما سيقلل من تكاليفها وزيادة كفاءتها وأكد أن الخدمات التي تم إلغاء رسومها لا تؤثر مساهمة إراداتها المحصلة في إجمال الإرادات العامة مبينا أن الإرادات المحصلة للـ 400 خدمة المعفى من الرسوم تبلغ ما يعادل 0.007% فقط من الإرادات العامة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب سعد سيد غانم بن فضل البوعينين أكد أن ديوان الخدمة المدنية ملتزم بعدم إرجاع أي متقاعد ضمن برنامج التقاعد الاختياري إلى العمل مجددا ضمن أي جهة أو وزارة حكومية ونفى الوزير في رده على سؤال للنائب هشام العشيري إعادة أي موظف متقاعد اختياريا إلى الحكومة بأي نوع من أنواع التوظيف وذلك بالإشارة إلى ما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي قبل فترة بعودة بعض الموظفين المتقاعدين اختياريا للعمل في بعض الجهات الحكومية نقشت لجنو مجلس النواب العديد من القواني والاقتراحات وبحثت مع عدد من ممثلي وزارات الدولة والجهات الرسمية والأهلية جملة من الموضوعات وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وحول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي قررت اللجنة الإصرار على قرار مجلس النواب الأول بالموافقة على مشروع القانون مع إجراء بعض التعديلات إذ يجيز التعديل للأجانب من غير الخليجيين التملك في المناطق السياحية والاستثمارية فقط فيما اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لبحث المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية وقررت الموافقة على المرسوم وأحالته إلى هيئة المكتب وعلى صعيد متصل بحثت اللجنة مع ممثلي وزارتي الداخلية والعدل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات حيث قررت اللجنة مواصلة النقاش فيه خلال اجتماعاتها المقبلة كما اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة ثالثة للمادة 27 من قانون المرور حيث رفعت طلبات للحصول على مرئيات عدد من الجهات المعنية بدورها أكدت لجنة الخدمات بمجلس النواب تمسكها برأي مجلس الشورى بشأن رفض استحقاق الزوج للراتب التقاعدي للزوجة المتوفة وذلك بخصوص مشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد العسكري والمدني واستعرضت اللجنة كذلك الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز خاص في مستشفى المالك حمد يختص بمعالجة مرضى السيكلر حيث ناقشت المرئيات الواردة إليها من مستشفى المالك حمد الجامعي وتمت الموافقة بشأنها في حين وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة لتحويل معهد البحرين للتدريب إلى أكاديمية بحرينية للشباب لجنو مجلس الشورى بحثت أيضا في اجتماعاتها عددا من المشروعات والاقتراحات بقوانين المحال إليها من المجلس ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مسودة تقريرها النهائي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس والذي يهدف إلى تدارك الغموض الذي شاب صياغة بعض نصوص القانون المذكور بما يتوافق مع إرادة المشرع والمبادئ القانونية المستقرة حيث استكملت اللجنة مراجعة مسودة تقريرها قبل أن تبني توصية بجواز نظر الاقتراح بقانون ورفع التقرير النهائي بشأن مشروع القانون لهيئة مكتب المجلس إلى ذلك أجرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى تعديلات على عدد من مواد مشروع قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات حيث قررت اللجنة عدم الموافقة على المشروع وإعداد تقريرها التكملي الأول بشأنه ويهدف مشروع القانون إلى إدراج جميع إرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة وبسط رقابة الدولة على إراداتها بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة من جانبها ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى تقرير سعادة الأمين العام للمجلس بخصوص ملخص النقاط التي تم التطرق إليها أثناء اللقاء التشاوري الذي تم بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين عند اعتماد برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة يعد كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عام من عام تسعة وتسعين إلى عام الفين وتسعة عشر والذي أصدرته الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي وبتوجيهات من معالي شيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي يعد قيمة علمية رفيعة في مجال البنية الدستورية والتشريعية بمملكة البحرين ويعتبر مرجعا تشريعيا هاما للعمل البرلماني في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا ومن هذا المنطلق أقام مجلس النواب جلسة حوارية بعنوان قراءة في كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عام من عام تسعة وتسعين إلى عام الفين وتسعة عشر وذلك تحت رعاية معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا سعادة النائب عمار البناء عضو مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الإنسان أهلا وسهلا بك مرحبا أختي سامر ومسي عليكم بالخير واسمحي لي بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي وإلى الإدارة العامة للشؤون التشريعية والقانونية والسياسية في الديوان الملكي على إصدار هذا الكتاب القيم فعلا وهو كتاب النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاما في إطار احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية واعتبر هذا الكتاب هو مرجع تشريعي هام للعمل جميل جدا ما هو الهدف الرئيس من إقامة مثل هذه الندوة يعني كانت الندوة مفتوحة للإعلاميين المشرعين وغيرها ما هو البناء على هذه الندوة التي أقيمت في الأمس القريب نعم أتت هذه الجلسة الحوارية أمانة تنفيذا لتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينر رئيسة مجلس النواب وانطلاقا من سعي المجلس النيابي للاستفادة الفاعلة والأكبر من هذا الكتاب واستثماره في العمل البرلماني وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية واحتفاء وتقديرا للجهود الكبيرة التي بذلت بأداء هذا الكتاب القيم لتبادل الأفكار تبادل المرئيات والأراء المستميرة الرامية بكل تأكيد لبناء الدولة المدنية الحديثة وعلى مسيرة نهج ودولة القانون المسلسات الجلسة الحوارية شهدت عرضا لمسيرة النهضة التشريعية في مملكة البحرين تناولت كلمات ومحاور حول ما تضمنه هذا الكتاب وقدمت أوراق عمل عديدة كان من اللي قدمها أصحاب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين لدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة سعادة الأضو دلال الزايد أضو مجلس الشورى رئيسة لجنة الشؤون التشريعية وسعادة النائب الأخ محمد عيسى العباسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب للأمانة تضمنت أوراق العمل العديد من المحاور الرئيسية كان في الأساس هي التشريعات ذات الطابع الجنائي مكافحة الأرهاب التشريعات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري والمراكز المتخصصة ودورها في النهضة التشريعية والتشريعات ذات الصلاة بحقوق المرأة والتشريعات ذات الصلاة بالحقوق السياسية جميل جدا يعني 20 عام مضت هذه العشرين عام حملت الكثير من التحولات الكبيرة في التشريعات التي عاصرتها مملكة البحرين كيف استطاع الكتاب أن يوضح هذه التغيرات استعرض هذا الكتاب في أبواب مختلفة وطبيعة التشريعات التي صدرت منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلفاد المفدى مقاليد الحكم وحتى عام 2019 أشار بكل وضوح إلى ميثاق العمل الوطني الذي كان بمثابة الإطار الأهم والجامع لمشروع الإصلاح الشامل لمملكة البحرين ونقلنا في مملكة البحرين لمرحلة جديدة مرحلة متطورة مرحلة مختلفة في تاريخها الوطني العريق وهي مرحلة تستند إلى قاعدتين أساسيتين قاعدة الأولى هي تطوير المشاركة الشعبية من خلال المشاركة في مجلس النواب والأخرى هي كانت بالتكاتف بين السلطات الثلاث وأشار الكتاب أيضا إلى المبادئ والأسس التي تضمنها ميثاق العمل الوطني والتي عززت تأكيد المشاركة السياسية دور المجتمع المدني تمكين المرأة والحريات وخاصة يعني إذا نرجع إلى استفتاء ومشاركة شعب البحرين على الميثاق بنسبة 98.4 هذا يجعلني أبني على ما تفضلت به أن الكتاب قدم مجموعة من التشريعات التي تتحدث عن احتياجات المواطنين ما يحتاجه الشارع البحريني حدثني أكثر عن هذه الجزئية يعني اليوم كتاب النهضة التشريعية يعتبر سجل وطني نعم إذا نسميه فهو سجل وطني موثق لكل هذه المسيرة مسيرة التقدم التشريعي في مملكة البحرين وهو يعد ترجمة حققية وواقعة للرؤية الثاقبة والنهج الديمقراطي والتطلعات الطموحة لسيدي صاحب الجلالة نحو الارتقاء بالوطن دعم وتأزيز حقوق الأفراد والهيئات صيانة الحريات والمكتسبات الوطنية يعد الكتاب راصد علمي وسجل وطني المسيرة التقدم والتطور تشريعي في مملكة البحرين على سبيل المثال للحصر التشريعات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المراكز المتخصصة من بينها إنشاء قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الأمر الملكي بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وصولا إلى قانون العقوبات والتدابير البديلة حاليا من أهم التشريعات التي تصب في الجانب الاجتماعي والإنساني هذه التشريعات ومجملها صدرت منذ بداية المشروع الإصلاحي سيدي صاحب الجلالة تترجم الرؤى الثاقبة والنهج الديمقراطي وتطلعات سيدي جلالة الملك لرفعة شأن مملكة البحرين وتحقيق أمال وتطلعات الشعب البحرين جميل جداً حدثني أكثر عن الجزئية المتعلقة بالأمن والأمان للسادة المواطنين حماية المجتمع من أعمال الإرهاب أو الأعمال الجنائية الجرائم الجنائية وغيرها حدثني أكثر عن هذه الجزئية أختي سمر الآن بالفعل هذا هو ما نحرص عليه دائماً نحن في مملكة البحرين أو بشكل عام للأمام كلها الكتاب أكد بأن أمن وأمان الدولة والمجتمع وحمايتها من الأعمال الإرهابية كان على رأس أولويات النهضة التشريعية اليوم بالرغم من وجود بعض القوانين التي كانت موجودة ذات الطابع الجنائي سابقاً والتي سبقت إصدار مثاق العمل الوطني وتعاطت مع تطورات الأمنية المتلاحقة التي شهدتها المنطقة لكن مثاق العمل الوطني وأعمال الإحكام الدستور المعدل في عام 2002 أقر العديد من التعديلات على هذه القوانين ومنها تعديل قانون العقوبات التي شهد بس هذا القانون تعديل 24 تعديل كان أخرى في عام 2019 هذا الكتاب أبرز يمكن أهم التشريعات المتعلقة بتزويد الأجهزة الأمنية باحتياجاتها وتنظيم أطر العمل فيها لكي تقوم بالمهام الوطنية المقدسة المناطة بها قانون قوى الدفاع البحرين، قانون الحرس الوطني، التعديلات الصادرة على قانون قوات الأمن ومرسوم إنشاء جهاز الأمن الوطني يعني مجموعة كبيرة من التشريعات والقوانين التي ساهم هذا الكتاب في تغطيطها كما ذكرت أصبح سجل وطني يحمل كل هذه الأعمال المتعلقة أو القوانين المتعلقة بحماية الأفراد والمجتمع والأمن والأمان والمرأة وغيرها الكثير كيف يمكن لكم أنتم كبرلمانيين أن تقومون بعملية البناء الآن على ما تم رصده في هذا الكتاب؟ النهضة التشريعية لشهداتها مملكة البحرين بغير حضرات صاحب الجلالة أهل بلاد منفدة غدت هي المحطة الأبرز في المسيرة التلموية الشاملة التي نتعايشها أصبحت نموذجا دائما التطور والنمو لدولة المؤسسات والقانون لنؤكد بأن التجربة التشريعية من خلال مجلس النواب شكلت أحد أبرز ثمار هذا المشروع خلال الأقديم من الزمان قدم مجلس النواب الكثير من التشريعات والغوانين التي ساهمت في توفير بيئة تشريعية أفضل لجميع الغطاعات في المملكة البحرين نشيد بمجلس النواب بجهود معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الدول الملكي في دعم أمل السلطة التشريعية ونفخر لما تحقق من إنجازات حضارية رائعة على دعم السلطة التشريعية وفي مجال البنية الدستورية والتشريعية في مملكة البحرين لنصل إلى ما يسعى إليه طموح ورؤى حضرة صاحب الجلالة من أجل تحقيق أمال وتطلعات مملكة البحرين نحن كأضاء السلطة التشريعية في مملكة البحرين لا بد من الاستفادة من هذا الكتاب في مجال العمل التشريعي والنيابي وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية خصوصا مثل ما قلنا بأنه يعد المرجع التاريخي الأهم في المجال التشريعي بالتأكيد أنا شكرا لك حضورك معي عضو مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الإنسان أستاذ عمار البنية شكرا جزيلا لحضورك معناها الليلة وبهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل إلى ذلك الحين نستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر